بعد أن ساد الهدوء لأسابيع في الجبهات الواقعة بين محافظتي تعز ولحج قوات الجيش الوطني تستأنف عملياتها العسكرية في عدد من جبهات القتال أبرزها جبهة الشريج كريش وجبهة القبيط وجبهة حيفان في خطوة تماهد لإطباق الخناق على مقاتلية الميليشيا وإحراز التقدم ففي جبهة الشريج وتحديدا في الجهة الغربية منها أحرزت قوات الجيش الوطني تقدما واسعا في موقع الكبة والصحاف وصفراء أسفرت عن تحرير هذه المواقع واستعادتها بشكل كلي سقط على إثرها خمسة من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح وفي جبهة القبيط حققت قوات الجيش الوطني تقدما كبيرا في عدد من المواقع بعد أن شنت هجوما عنيفا على مواقع مسلحية الحوثي أفضت إلى استعادة جبل موجر وتباب العنين وسوق الخميس ومجمع الخميس الصحي كما أسفرت المواجهات عن تحرير مفرق شعب بين مديريتين القبيطة وطور الباحة ما أسهم في التحام قوة الجيش بين الصبيحة والقبيطة والتي سيهدف بتسريع العملية العسكرية ومواصلة تحرير مديرية القبيطة واستعادة ما تبقى من مواقع لا تزال في قفضة الإنقلابيين أما في جبهة حيفان فقد تمكن الجيش من إحراز تقدم مماثل في منطقة الهجمة بالأعبوس بعد معارك عنيفة أدت إلى استعادة مدرسة خالد بن الوليد ومنطقة الهجمة كما أسر اثنان من عناصر الميليشيات وفر آخرون وفيما تستمر الهجمات الثلاثية للجيش الوطني يعاني المتمردون الحوثيون من تراجع كبير وانهيارات واسعة في صفوفهم ونقل مراسل قناة بلقيص عن شهود عيان قولهم إن العشرات من مقاتلي الميليشيات فروا من عدد من مواقع هذه الجبهات في وقت بدت فيه ميليشيات الحوثي عاجزة عن تعزيز وإسناد عناصرها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر